في البداية دعيني أتحدث عن هذه القوائم خلف هنا كما تشاهد هذه القوائم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في هذا المركز مركز السفارة اللبنانية في بيروت في البداية يجب أن تكون أسماءهم في هذه القوائم بعد ذلك بإمكانهم التوجه إلى صناديق الاقتراع إلى الأقلام السبعة داخل هذا المركز والإدلاء بصوته بالعودة إلى سؤالك نعم لا يزال الأعداد ضعيفة بالنظر إلى أعداد الأشخاص الذين مسجلين في هذا المركز وهي ربما العدد الأكبر للأشخاص السفير اللبناني تحدث لنا وقال أنه يتوقع أن ترتفع الأعداد بعد ظهر اليوم وهذا الأمر بطبيعة الحال يعود إلى أن اليوم هو يوم عطلة لذلك لا يتوقع أن تكون الكثافة أنا أشاهد داخل السفارة هناك كثافة للناس ولكن ليس بطبيعة الحال أن كل هؤلاء يحق لهم التصويت البعض منهم يعني يحضر لتقديم الدعم للمرشحين ولكن الأشخاص الذين يحق لهم التصويت فقط هم الأشخاص الذين كانت أسماؤهم ضمن هذه اللوائح التي تشاهديها خلفي طبعا وبعد ذلك طبعا يمكن للشخص أن يدلي بصوته في برلين هناك مركز لا يبعد عنه هنا كثيرا ومركز آخر ولكن المركز الرئيسي هو هنا في مركز السفارة علمنا أيضا من مصادر داخل السفارة بأن السفير اللبناني هنا قد يقوم بجولة على المراكز الثانية خلال الساعات المقبلة طبعا